كتير مننا لما بيمر بمواقف صعبة أو ظروف كهرية بينهار وبيبقى مش عارف إزاي يتخلص من كل الضغوط النفسية اللي بتقابله وبالتالي ده بيأثر على صحته وحالته النفسية وكمان تحقيقه اللي هدفه في الحياة ولكن فيه ناس قدرت إنها تحاول المحنة القوية اللي عدت بيها وكل العقبات اللي في طريقها لبدايات جديدة كلها نجاح بدون أي ضغوط وبرؤية جديدة ومختلفة للحياة دفتنا النهاردة عندها قصة جميلة وملهمة مع تقلبات الحياة والظروف الصعبة اللي اتحطت فيها واللي كانوا السبب رئيسي في نجاحها ونوارنا النهاردة يارا مازم مؤسسة بودكاست حوارات في متعة الحياة أو جي دي في توكس ازايك يارا؟ هاي ازايك؟ عملا ايه؟ الحمد لله انا حسنيتي عطي عياتي من المقدمة بس بصراحة عجبتني جدا تانكي انا اول حاجة عايزة اسألك عليها عرفيني بيكي عرفيني مين هي يارا؟ بصي انا عارفة لما انسانة عايشة كده بسجيتي وبقلبي ودايما لما الشخص بيعيش كده مش دايما بيواجهوا الحاجات الكويسة يعني بيواجهوا ده وبيواجهوا ده فطبعا انا بحب الحياة جدا فمهما كان فيه صعوبات الواحد بيخش فيها لازم بيعديها ما عنديش اوبشن يعني ما فيش اوبشن ان انا عارفة لما تحسي ان فيه ناس كده ما عنديهش اللينك ده في دماغي خلاص اللي هقع وهقوم بس المرة دي كانت مختلفة جدا عشان اعدت ولما اعدت سألت نفسي هو انا بقوا عليه وحاولت افهم ايه الدروس اللي انا مفروضة اتعلمها وبعمل ايه غلط عشان كشخص عايش بقلبه جدا لقيت ان انا مش بس عايش بقلبي انا عايش بدريعي عارفة لطريقة دي اللي هو واخدى كل حاجة كده بسياعة اللي هو اكين يعني هعرف غير العالم ولحد ما لقيت انه هو انا مش هغير حد خالص ولها غير العالم ولها غير اي حد انا غير نفسي